الحكومة السويدية تعلن عن خطة لتخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار جائحة كورونا. الحكومة كشفت أن تخفيف القيود سيتم على خمس مراحل، استنادا إلى مستوى الإصابات والدغوط على المستشفيات وطرح اللقاحات. وستشهد الخطوة الأولى لإعادة الفتح، السماحة للمطاعم بالبقاء مفتوحة حتى الساعة العاشرة والنصف مساء، إضافة إلى سئنا في بعض الأنشطة الرياضية.